الورد والفل والياسمين أهلا بكم مشاهدينا وينما كنتوا في موعد جديد مع برنامجكم صباحكم تونسي لليوم الثلاثة 18 أبريل 2021 موعدنا يبدأ من توا حتى منتصف النهار ردوا بالكم على رواحكم على عزيز عليكم التباعد الجسدي غسل الأيدي لبس الكمامات لقحوا الناس اللي ما زالوا ما قايدتش في التلقيحي فضلكم قايدوا في المنظومة ايفاكس وبالنسبة للناس اللي جاء الوقت التلقيح متاحة التحق بمراكز التلقيح وربي يشفي الجميع وربي يحفظ التونسة وينما كنتوا اليوم قلوبنا والحقيقة متواصل الدعم الشعبي التونسي للقضية الفلسطينية القضية هذه اللي الحقيقة عايشة معنا متجذرة فينا اليوم تونسة لكل قلوبها مع الأشقاء في فلسطين مع أخواتنا في فلسطين ربي يحميهم وربي يحفظهم مع الحقيقة التواصل والتواتر السريع للضربات القوية لقعدة يشن فيها العدو الإسرائيلي على الفلسطين فإن شاء الله بيشكون عنا متابعة باتبعاء للوضع في فلسطين بيش يكون حاضر معنا سيهي شامل حاجلي هو صحفي محلل سياسي بيش نخذوا أكثر تفاصيل بتبيع على ما يحدث في فلسطين كذلك بيشكون عنا أكثر من مداخلة فيما يخص الدبارة وكالعادة بيشكون حاضر معنا شيف أسما هنيد شلبي وكذلك أيضا من شعباني اليوم بتبيع في الدبارة جديدة كذلك مع رو عمات ماتي بيشكون حاضر معنا أخصائية في التغذية إن شعر بيشكون حاضر من خلال الفقرة اللي استنستوا بها واللي هي الدكتورة في البيولوجة بيش نحكيه على نبتة جديدة تهمكم بتبيع وتاخذوا أكثر تفاصيل كذلك اليوم بيش نحكيه في اختصاص لحقيقة مهم برشة هو تقويم النطق واليوم بيش نحكيه على الناس اللي تتعرض للجلاطات الناس الكبار بتبيع كيفية التعامل معهم خاصة في تقويم النطق بيشكون حاضر معنا أخصائية بتبيع في العلاج هذية كذلك بيشكون حاضر معنا ريمة مقنيني علاواتا على الفقرة الثقافية اللي تأمن هنا إيمان اللصيد وظيفتها اليوم اللي هي فلسطينية إن شاء الله بيش ناخذوا أكثر تفاصيل معها مواصلني بتبيع مختلف الفقرات في برنامج نذكركم برقم الهاتف موضوع على ذمتكم 71-143-475 نقول وصباح الورد والفل والياسمين الشاف أسمهني تشالبي وكذلك لشاف أيمن شعباني صباح النور وصباح الخير صباح الفل وصباح اليسمين وصباح الحاجات المزينة لكل عيد مبروك ومرأة أخرى للناس لكل التقنين ونسلفات تبع فينا الكل عيد تمنينها نكون خير من هكا للشعب الفلسطيني للشعبنا اللي نحبوه برشا 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 إن شاء الله اللي يتوفيوا إن شاء الله يربي عيدهم في الجنة واستشهدوا وارتقاوا ربي سبحانه إن شاء الله الله يرحمكم وإلى الله يشفي مرضاكم وإلى الله يصبر عوائلكم الكل للكل لكل وقلوبنا وروحنا ولكلنا معاكم أكيد تبعدوا وكيف كيف ولبس الكمامة ما ننساوهش وغسل الأيدي كيف كيف صحتنا أولوية من الأولويات صبح الخير شايف أسما موني إن شاء الله يا ربي تحديوا صبحية باهية مع بعضنا وتستمتحوا بالرشا تقريب لكي نعطيه لكم اليوم إن شاء الله ما ننساوهش نجموه تكلمونا على رقم الهاتف الموضوع لدمتكم اللي هو 71,43,475 اليوم باش نقبلوا سؤالتكم وتساؤلتكم على كل ما هو صانغلوتان اليوم عندكم نعرف لي بها كبرشة أسألة كي ما معدناكم في رمضان تعذر علينا خطر وقتها الوباء منتشر ببرشا من نجموه شو نكونوه حتى لطوة حابينا إنه يكون الصانغلوتان متفاضي أكثر على هذكا باش نأخذوا تيصالتكم وسؤالتكم على الجلساتات اللي شهيهنهم لكل صغار وقبار في المالح وفي الحلو إن شاء الله نحاولوا شاف أي منه وأنا إنه نجاوبكم حتى على 90% منهم نمشوا بقية فقارة البرنامج وبعد إن شاء الله نرجع مع بعض شكرا 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 لأنه من نجم نطلقوا عليه كانت إبادة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني رب يحمي الفلسطينيين ورب يقويهم لذا يحضر معنا هشام الحاجي اللي هو صحفي ومحلل بتبيع سياسي اليوم يحضر معنا باش نحكيوا على القضية الفلسطينية باش نحكيوا على أخواتنا في فلسطين باش نحكيوا على الوضع وين وصل في فلسطين الحبيبة نقولك سباح الورد أهلا وسهلا صباحا نور صباحا خير لك ولكل متابعي طلبة الوطني نهاركم سعيد إن شاء الله عيشك هشام الحقيقة اليوم وضع كارثي لأنه نحس وهذا ولا ظاهر للعالم ثم إبادة ممنهجة للفلسطينيين لأن القصف قاعد يقوى وقاعد بوتيرة كبيرة برشا وشهداء تسقط يوميا العشرات قاعدين يستشهدوا أطفال نساء ناس عزل فممكن اليوم سنخذوا أكثر تفاصيل نحينوا على الأقل الوضع الآن طبعا الوضع اليوم كما أشرت هو وضع محاولات تركية محاولات تحقيق أهداف سياسية دانية بالخلال استهداف وقصف المدنيين ومحاولة تغيير الواقع الديمغرافي والواقع المجتمعي لشعب فلسطيني اليوم تتواصل القصف اليوم وسط صمت وتواطئ العالم وخاصة القوى الفاعلة التي قاعدت تعطي في مهلة ووقت النتنياهو اليوم بركة سبعناها منذ قليل سمعنا أنه اطلب من بايدن أنه حتى لنهار الخميس باش يقع إيقاف العدوان لأنه يعتقد أنه من هنا لنهار الخميس قادر باش يحقق أهداف ويحقق معناها حسب تفكيره المريض إنجازات من شأنها أنه تشفعله لداء الناخبين متاعه لكن في المقابل هذا مش جديد يعني المشروع الصهيوني هو في أساسه مشروع إحلالي استيطاني قام على أساس محاولة إبادة وتغييب الشعب وهما الشعار الأساسي للحركة الصهيونية هو أرض بلا شعب لشعب بلا أرض يدعي أنه مثلا مش شعب فلسطيني في حين أنه الوقاء القل تكذبهم من قبل 48 محاولات التهجير والمجازر معناها هو تاريخ الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني إسهامه الوحيد تقريبا للإنسانية هو المجازر المتتالي الذي ارتكبها سواء في فلسطين التاريخية أو خارج ضرب الكثير من الدول العربية ونحن يعني تونس وفلسطين صحيح فما امتساج قديم ربما سابق حتى للعصور هذه لكن كذلك ما نساويش امتساج الدم في حمام الشطوة في الكثير من الوقاية إذن معناه اليوم اللي قاعد يقع مؤلم ومزعج ويمس كل ضمير حي مهما كان ولكنه في المقابل كنشوفوه في سياق المشروع الصهيوني وفي سياق ما يقع على الأراضي الفلسطينية يعتبر عادي ولحد الآن الإيجابي أنه شعب فلسطيني صمود كبير ياسر خلاه معناها أولا فما محاولات لتبخير الهوية الفلسطينية فشلت فما محاولات للحد من إشعاع الشعب الفلسطيني ومن حضوره ومن تمسكه بهويته فشل إذن في المقابل صحيح فما قافلة طويلة متع شهداء ومتع جرحة ومتع أكيد معنا بعض في القوة حصيلة إنسانية مرتفعة ولكن جزء من الميضال الفلسطيني صحيح اليوم مزيدة فما والتحرب إلكترونية الحقيقة باش نحكيوا عليها لكن هات نشوفوا مع بعضنا بطبيعة الشارع التونسي الحقيقة اللي تحرك عديد المسيرات وعديد من الشباب اليوم التونسي اللي قاعد يعبر على مساندته المطلقة للشعب الفلسطيني نمشيوا مع التقرير هذي اللي تقدم هنا زميلتنا إيمان وسلاتي فلسطين انت الروح وننلعين فلسطين شيء أسف لي أسف يعني انت العرب تتواحد لكل تولي قوة عظمى إسرائيل تمت كمشة إسرائيل ما فيهم حتى شيء فما نحنا بارك كونشين نحط ليد في ليد نخلهم خطاء غزة شعب التونسي ما هوش فرحان جملة وأخواتنا المسلمين في فلسطين ربي ينصرهم وربي معهم فلسطين انت الروح وننلعين فلسطين نسير في غزة معناها مش زرعة كاملة ونحنا ساكتين والله ما نش عارفش نعمل شعب التونسي ما بيدي الحيلة يعني ما فهماش ما أنا فتح الحدود يزمو يشب على كل مواطن معناها عربي يزمو يمشي معناها الحوالي للغزة ما يؤسف حقا هو الأقل موقف العربي الموحد ما كانش في مستواه وما هوش متوقع باشكون في المستواه فقط أبا هي الموقف على أقل الشعوب العربية في خروجها في تظهرها في مسندتها وما زال برشة 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 خدمة برشة حاجة تخوي إن شاء الله ربي يخفف عليهم ويخفف علينا منها المرض ومنها الحروبات ومن كل شيء يصير في قطاع غزة خلر واحد منها جمس حاطة شبش يحكي وشبش يقول شبش يحكي شبش يقول وقال كلام 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 مفعل ما فهمش ندعي ورهم ربي وكا هو إن شاء الله ربي معهم هكذا ضربه والله العظيم شيء يوجع القلب وهم الله يديهم سماو كان سماو قبل لقالوا بورقي برهم لا بس عليهم نحنا كتوانسة دمنا عليهم وقلوبنا معاهم على خاطر نحنا عرب نحبه نحبه فلسطين لنهض وسر لا تنحني لا تنكسر لا تنثني لا تندثر قاوم انتصر رغم الحروب رغم الكروب رغم الخطوب سر في الدروب قاوم 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 انتصر الفجر لاح حي على الفلاح قم للكفاح قاوم حبيبي انتصر ستكون هناك فلسطين وسننتصر هذه يمكن نبدأ صغيرة اللي يحس بيها التوانسة اليوم والشعب التوانسي اللي بتصبيعها منخرت تماما مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا قلوبنا الكل مع الأشقاء في فلسطين قلوبنا اليوم في فلسطين لحقيقة حتى العيد ما عندوش طعم واحنا نشوفه في إخواتنا يتم بتبيع تقتيلهم ويتم الابتهاد بتاعهم اليوم لحقيقة موقف زادة مشرف للغاية لدولة التونسية من جميع أنحاء العالم من جميع أسقع العالم الكل يشدوا بالموقف التونسي سواء الرئيسة الجمهورية وكذلك الخطاب اللي كان قدمه باسمه السيد وزير الخارجية سي هشام الحقيقة الموقف التونسي منذ التاريخ كان موقف واضح وصريح مع الأشقاء في فلسطين نعم والحقاق الحق هذا معناها موقفنا في الظرف هذا موقف أقل ما يقال عنه أنه موقف محترم تونس في إطار الممكن معناها فيما يتعلق بوزارة الشهر الخارجية وموقع تونسي حاليا في مجلس الأمني لغير ذلك قاعدت تحركت حركت نأمل أنه تعقبوا مواقف أخرى لأنه الحقيقة اليوم ربما الشعب التونسي يطلع إلى خطوات أكثر خاصة خاصة فيما يتعلق بتجريم التطبيع لأنه أكيد اليوم السؤال يطرح نفسه كيفاش نحن نساهمه ونعاونه أشقان الفلسطينيين صحيح فما تعاطف فما حاجات آنية ربما اليوم غزة واليقع فيها خلينا نتحركه بشكل آني ولكن كذلك فما أمور أعمق أمور استراتيجية نجمو نرعب فيها دور بكلنا واليوم أعتقد أنه مهم جدا أنه يقع تفكير في هذا الاتجاه شفنا كذلك كما قلنا الحرب الإلكترونية اليوم تنددت كثيرة بالنسبة للشعوب الشباب اليوم المنخرط في الهاشتاغ الحقيقة هذية اللي يحاول اليوم فما زاد النجوم انخرطت في هذا اليوم حتى يوصلوا صوت الفلسطيني صوت الشباب الفلسطيني والشعب الفلسطيني اللي طلب اليوم متوانسة ما حاشتناش بإعانات حاجتنا بوقفتكم وتوصلون نصوتنا لأنه تضييقات بتبع هذه لا تخفى على حد هو اليوم ما فما برشة زاد النجوم خسروا برشة في الانستجرام ولا غيروا عديد المتابعين متاحهم لكن هذا ما أثنهمش بش يكونوا مخرطين بش يوصلوا نعم هو اليوم الحرب الإعلامية والاتصالية بمختلف أشكالها مهمة جدا وفي وقت من الأوقات كانوا يدعيوا نحن ربما ستة سبعة شهور التالي كانوا يدعيوا أنه العدو الصهيوني متميز في دعايته وعنده أساليبه قادر أنه يظل للعقول ولكن اليوم اللي قاعد يصير على غزة ورد الفعل الإلكتروني ثم كذلك للأسف نكتشف أنه في نهاية الأمر أنه مواقع التواصل الاجتماعي هذه كلها هواها صهيوني وذلك عليش الكثير من الحسابات أغلقت الكثير من التنبيهات الحد من حرية التعبير في حين أنه تدعي هذه المواقع أنها جعلت حتى يعبر الإنسان بشكل آني في اللحظة بيدها على مواقفه هذا الكل كذلك لا بد أن نأخذه بها على الاعتبار ولا بد كذلك نعتقد اليوم أنه نفكره بمفهوم آخر ربما للقوة لأنه في نهاية الأمر معركتنا هي معركة اكتساب قوة ضد هذا العدو القوة الاقتصادية اليوم مطلوبة القوة الدبلوماسية مطلوبة كذلك القوة في التأثير اليوم كنت جاءوا نشوفوا الشباب العربي عدد مهندسي الاتصالات والإعلامية الكبير اللي للأسف كذلك ما هوش لقي ربما فرص عمل نعم فرص عمل في بلاده ويمشي يقع انتدابه للعمل في الخارج ووجرة الأدمغة اليوم ربما كذلك لابد من أنه نعيد ترتيب البيت الداخلي يعني نحكي على العرب الكل والمسلمين جزء من أنك تهزم المشروع الصهيوني كذلك نعم مهم برشة كما قلت وتوحيد الصفوف لكن زاد اليوم كما شفنا في التقرير زاد متالبة زادة من التوانسي يقول لك لازم زادة السلطات معناتها في مختلف في مختلف الأسقاع العرب اليوم يزمنا نتوحد واليوم نعرف المواقف متبينة فمشكون نعناتها انخرط مع الكائن الصهيوني فمشكون اليوم يظهر للدعوة واضحة نعم الدعوة واضحة هو للأسف ربما من الوضع الفلسطيني الحالي هو أنه فما تواطئ ديما من أطراف عربية في كل المحطات نلقى فما تفكير وتغليب للمصلحة ربما القطرية لمصلحة بعض العائلات لمصلحة بعض الأنظمة بعض الطبقات هذا في نهاية الأمر ينعكس سلبيا على الحق الفلسطيني اليوم الدعوة واضحة اليوم كذلك الحقيقة هل أنه ممكن هذا أم لي نعم اليوم ما لازم لاش معناها ننسى أنه الصراع العربي الإسرائيلي سهوني يتنزل في إطار موازين قوة في إطار استراتيجيات متعدة اليوم ربما أهمية اللي يقع في غزة وفي كام الفلسطين لأنه الحقيقة اليوم الهوية الفلسطينية لكلها عودة خرجة هو أنه شعب الفلسطيني وقوها الحية وفصائلوا قراو التحولات الاستراتيجية اللي قاعدة تصير وحاولوا يستبقوه اليوم الولايات المتحدة قاعدة تخسر في نفوذها وفي دورها اليوم لعبين أخرين ظهروا على الساحة اليوم جملة من الأشياء اللي تخلي لابد من إعادة القراءة ولابد أعتقدوا هنا ربما وين تونس يلزم تلعب دور لأنه عنا مدة نحكيه على القيم الجديدة اللي المفروض أنها تتبنيها تونس بعد 14 جنفر في المتحدة اليوم وقتها بيش تظهر وقتها بيش تبرز للعالم أكيد هشام اليوم كما قلنا الوضع يستدعي أنه ننخرطه مع بعضنا أنه نتوحده من أجل بتبيع دعم القضية الفلسطينية خاصة على المستوى العربي نعرفه تبين المواقف نعرفه كذلك اللي في بعض الحالات فما شعوب ممكن أيست شوية من القضية الحقيقة بعدت لأنه حتى إعلاميا فما سنوات صار كالركود تناست كنا في نشرات حتى الأخبار في العالم كان ديما الوضع في فلسطين لكن جاءت فترة أي لأولوية تتغيرت القضية معتش أولوية نعم للأسف وزيلا ما تلساش الظروف اللي مر بها المواطن المواطن العربي بصفة عامة أنا مش قاعد نبرر له لكن ما نساوش أنه أحيانا ربما الظروف المعيشية الظروف الحياتية تأثير الإعلام إلى غير ذلك خلى القضية ربما يعتقد عالم الكل القضية الفلسطينية اليوم المنعطف هذا كيفاش نستغلوه إيجابيا هذا هو أعتقد السؤال الهام اللي يجب أن نطرحه بالنسبة لك حسب التجربة بالتبيعة وحسب أنت متابعة للوضع كيفاش ترى يمكن الأيامات القادمة شنوة اللي يمكن يصير أعتقد في الأيام القادمة باديهي بش يقع إيقاف العدواء بش يقع ربما تسوية تسوية آنية وليحفظ ماء الوجه لأنه كذلك ما نساوش اليوم الكيانسوهوني يتخبط في جملة من المشاكل الداخلية وشملة منها الحياتية أصلي يعني كثير من القضايا متروحة ولكن أعتقد أنه هذه محطة من بين المحطات اليوم ما نساوش التقطعات وصراع المحاور إيران تركيا العربية السعودية قطر وإمارات وأوروبا وأمريكا والصين ومصر وكل يعني اكتشاف الغاز كذلك قبلة غزة يعني الكثير من العوامل التي لابد من أخذها بين الاعتبار وأعتقد أنه هذه جولة من بين جولات الصراع اللي باش تتواصل كيفاش باش يحضروا لها العرب هذا هو السؤال وهذا هو المهم أعتقد اليوم لكلنا مدعوين كل واحد من منطقه اليوم دعم الاقتصاد الفلسطيني دعم الصمود الفلسطيني في الداخل اليوم باشي يلقاوا عنا وضعية متاع ناس معناها بشي بشيقعة تهجيرهم عندهم مش مساكن اللوجوء داخل الوطن جملة من الأشكالية المطروحة أعتقد أنه يلزمنا نفكر فيها ونتصد دولها مع بعض شكرا لك سيهي شامل الحاجي بتبيع المحلل السياسي والصحفي وزميل الصحفي ألا أحضرك معنا شكرا لكم يأتيك الصحة ومرحبا بكم إن شاء الله يا ربي الوضع يتحسن كما قلت إن شاء الله يتم إيقاف بتبيع وتوقف هذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق أحنا طيب باش نمشي وبحث شاف أسما وشاف أيمن بتبيع نعمل إطلالة الأولى على إدبارتنا عايشك مونية شكرا لك سيهي شامل على هال محلها بمتعة وهزنا في في رحلة على هال قضية بأبسط ما يكون من كلمات باش نسوكلها تفهم على أقل الجيل الجديد اللي يمكن ما تربيش برشا على هالقضية اللي مني تولدنا وأحنا نعرف كل تفاصيلها يا ربي تلطف بهم وترحمهم يا ربي وتشفيهم وخاصة الصغيرات الله يا ربي ونعرف يكونوا معهم على خاطر مأساة إنه نشوفوهم بحالة الرعب والهلع هذيك الكل به مع أي من اليوم كيف كيف نمشيوا أكثر للصغار الصغار اللي نقول أنا محرومين أما مدين فما البديل ما نقولوش محرومين الحمد لله يا ربي أعطانا فما بدائل أخرى فما حاجة تتعوض هالحرمين من ميكلة الفارين اللي هو ما نطورش فيه فايدة برشا على كل كمية السكر اللي اللي فيها حتى يمكن اللي موهوش مريض يحبذ ما يأكلش برشا كمية فارينة بيضة هذو ما لا فارينة بيضة لقم لا شعير لكل حسب ما نعرف ليه حبينا خاصة مع رجوع القراية يلقوا لمجهزها معهم يلقوا ما يأكلوا الصباح يلقوا في القوتي يلقوا نعرف اللي هما ما يشيرون الحاجة للحاضرة ولو انه طوال ولا يتباع وطوال نشجع اللي يبيعوا واللي قاعدين يخدموا في هالسان هو من أكثر الناس اللي يشجعوهم على خاطر أولا نخمموا في الناس اللي متكلش واللي عندهم حساسية وغامروا ودخلوا في دومين غالي برشا للمكونات وخاصة لغليم المكونات ان شاء الله الدولة وانظروا لهم بعين الرحمة على خاطر بالحق تشري حشين تلقى روحك نحكي عن المواد الأولية يعني أنسي دوسويت بعتالي اللي بيش يخدم بيصور باش يبيع بسهم اللي يخلصوا واللي يرجعوا على أقل حق المقتنية ما نصورش قاعدين يربحوا برشا خاطر دجا المشتريات تكون تكون غالية كما وعدنا باش منكون مخلين بوعدنا نحن قبل رمضان بدينا في صنغلوتين قسلنا في رمضان وبعد قلنا إن شاء الله باش نرجعوا مازل باش نعملكم هذا ترفح له وليم عمليش للعيد إن شاء الله باش نعملوا حلو صنغلوتين مع أي من للصغيرات ولكبيرات عاد اللي ما يكلوش الفارينة على هذك البرح يعطيك الصحة اختمت عمل تفريكاسي ثورلي عجبة برشا لعبيت اي كنفها تفعلو كبير برش تفريكاسي يشتها الصغير يشوفات تتبيع البرا والكل ومجيش البال وانو بشيجي نهارية كلها صنغلوتين باي واليوم فهم حاجة يحبوها الناس لكل اللي هي البسكويت كروكون قرناك البسكوت وكليت باع في الشارع معاكس ستوناد ولا حاجة حاجة نتصورها مش تهي برشا باي بالنسبة للغسات نتاع البسكويت كروكون اللي هي كعبتين عظم 300 جرام فارين تروس 100 جرام سكر محاور لازم نأكد السكر محاور لازم نكون مرحي في الدار مش نيفيسيو لريسك دو كونتاميناسيون كيس حليب وماء كما شفتو الكوبر متاع الكيس 200 مليليليت التقريب اي وشوية زيت متاع بمعدل 6-7 مغارف زيت زيت اقطانية اغذر لي أنا توهني بش نعودها معاك بالقرامارش ها وعليش خاطر برشا اللي خاصة أول مرة بشي عملوا الحاجة دي ما يلقاو مشكلة في نص كيس ربع كيس 7 مغارف وكيفاش خاطر تنفيذ غسيت هكا تكون متاع باتيسخي مش كيمال مالح حكا وليه صحي باي هنا عنا 200 مليليتر بين حليب وماء حليب وماء شكون أكثر ما فهمش مشكلة المهم قدر معنا 100 مية باي 100 حليب 100 ماء باي وهنا عنا أتنقلك أنا تقريبا هنا عنا 70 مليليتر زيت زيت قطانيا عنا زيت قطانيا 70 مليليتر ونجم حتى زيتون مع زيتون مع زيتون مع زيتون مع زيتون صحية أكثر وهنا عنا قدرش سكر 100 جرام سكر محاور باكو خميرة بتسخي الخميرة هنا جان عليهم برشا سؤالات ألمن هي الخميرة العادية اللي نستعمل في القاتل هي الخميرة العادية لنحتوي على شي ونحتوي على حد شي عنا مركة واحدة معينة معروفة في تونس اللي هي الوحيدة اللي نجمو نستعملوها فهمتوا إن شاء الله تكونوا تعرفوها المهم نثبتوا هو لأطنعة يمنا يمكن يقرأوا التابلولي من تالي ننقوش فيها أميدون موجيفي إذا كانوا أميدون موجيفي في الكمبوزيسيون رهو يبالوا عليه نتعلموا إن نقرأوا التابلولي من تالي نشوفوا نثبتوا إذا كان لقيانا كلمة أميدون نقول ليوما نشربش واختارت اللي فحم البسكوية عملت بسبيس والوزبي بسبيس في واحد برش وهنا عندكم اختير هجموا نحطوا فيك جرجلين اللي تحبوا عليه تحبوا عليه سمحني الكاكاوة نجمو نرجعوها الشوكولات مثلا الصغيرات ونجوز بزي تقتراح نجمو مثلا نفس الروسات نقصوا مغرفتين من فارينة الروس نعوذوهم بالكاكاو نعوذوهم بالكاكاو نعنو في اللغوثات العاديين اللي بالجلوتان الكمية اللي باش تنقص في عوذ من فارينة تنقص من فارينة الروس باوهوني فارينة اللقطانية بالنسبة للكرقون ماذا بينا كان فارينة نستحقوا فارينة اللقطانية تخلي شوية اريا رجو الفكرة كأني انا انا لفداء هترهوما ديما يقول لك مثلا باوكي يبدأ ملال اللقطانية احنا هوني كل رسات شنا وليمش معاي في الرسات هذية نستحقوا فارينة الروس تعطينا رسولتان فارينة اللقطانية تمشي في الحاجات تمشي مثلا في الملسوقة هيا بسعطينا لون الدوريف حتى الوكأن هالون هاي يساعد الشب في الحاجات اللي نستحقوا فيها لون الدوريف نبدأ نبدأ اول حاجة نحطوا الحاجات السعيلة اللي هو العظم جيمان نفقسوا العظم وحدها باوه العظم عظمتين 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 تعمل كمية باها مش لازم تعملوا اكثر سامحني هنعونك هذة نحطوا معاها السكر نحاول السكر هوني لحرش لها لا ما يعطيش لا ما يعطيش نفس يبس برشي يخليها كاسحة في الخدمة اي خليها في الخدمة نتحى كاسحة نحلو مش يتحلو شوية لقعبره هو حتى الكراكون العادي بالفرينة العادية ما يحبش الركضان ما فهمش علاش نخلطوا كل شاي مع بعضو الحاجة السيلة انا نعرف ليهو شجي سؤال بربي ولي بالفرينة العادية كيفيها شاكلكم عرصات كما جينا اسم الفرحة الفريكسه نحب عادي بنعود ديما الفريكسه نحب ديما الفريكسه نعملو حتى كل يوم ديما الفريكسه سؤال على الفريكسه لنك حتيت الحليب سوئل الكل سوئل الكل حليب والماء نعاودو مئتين مليليلتر بين الماء وحليب سبعين مليليلتر زيت وعظمتين سكر سكر مئة جرام سكر محور مئة جرام سكر محور والخميرة ماذا بينا هكا نحطها شوية مع الفارين ونعملوا تخليطها وتنصب لك انا بشوية بشكل مغرفة بالمغرفة باي مش يدخل في بعضه هاي باي وفارينة الروز تتحب تغربين كيما الفارينة العدي صحي لا تتغربلش خطرة سنسيب اكيد التغربة تتبدل تكستورة متاع البرودوية بعد ما يحتم قريت لي ديتاي هذو ما انا دي ما عندي صحي اهم لي من كل شاي هتتنجل تكون مرام ستنسيب كل عادة فتطيب العادي مش شد هكا تغربل انا مثلا كمش مداري مش نغربل مش فايدة في روسيت اسمع روسيت موجودين نصورهم بارتو يعملوا في جوجل ولا في يوتوب يلقاوا كل شيء اهم لستيوس اهم حاجة احنا عكس الفارينة العادية هذي كما نحبوش نخرجوها غلوتانها في الكروكون هنا مش مشكلة هنا معانا جملة نعاود دي ما نحب نعاود الرسيت اللي هي عظمتين منية جرام سكر محور حلناها مع بعضهم فارجيتة ولا بفوية ولا بيش تحبوا انتوما وكاكن غالطة وقلي كاس مخلط مية مليلتر حليب ومية مليلتر ماء حلنا السوائل سابينا سبعين اترا سبعين اترا سبعين مليلتر سبعين مليلتر زيت من بعد حتينا ساشام تاع اخمير جاتو عادية من بعد حتينا قديش فارينة اللوز روز 300 جرام هتفعوا على الشدة فاللوز فاللوز على الكيتو النجمون عملوا نفس الروسات فارينة اللوز او نخلطوا فارينة اللوز مع فارينة الموت كوكو مع بعضهم والسكر سكر الغلق سكر الغلق سباح الخير يا ريم مرحبا مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك يرحم والديك على كل تعمل فيه معنا رب يبارك لك وانت زادة نفضل جوزت عندي زوز أسأل برياف ما باش منتولش عليك عصيدة الزجوجو الحك هذيك منعرس على شما جينيش انكتوز باي نجوك السؤال الثاني الشيز كيك اللي طايب في الكوشة نحب البيسكويت جيني كروكو من اللوطة ما يجيني في جيني شوش هك وعلما وانه طيبت ومره تقبله جيني كروكو منعرس شنا وليساء محلى سؤالاتك وقدك شمنظمة هكا يرحم والديك بقى اسمعني عصيدة الزجوجو اللي في الحكة ديما نقول راهي فاها إضافات وعلى ضمانة نقولها هذي راهوا مهمش على سويد عينينا باش يجيبوا زجوجو كعب يرحيوه ويحطوه في حكوك معناية زعم هكا من أمو باش يبيعوه لا 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 راه يزيدوا فيه في إضافات ما نحكي لك شاشنية الإضافات فاها كل شيء زيوت اللي ما تصورهاش في بالك وأنواع شاي وأنواع فارينة ولي تحب انت يعني الإضافات هذوكم هما اللي يخليوا أكل العلكة اللي في وسط الزجوجو يتنحى على هذيك كيجينتي باش تعملها باش نقص كمية الفارينة لماكسيموم مثلا احنا كنا نعمل في الفارينة نعمل نصله 700 جرام فارينة على الكيلو زجوجو الحي هكا ولا هوني انتي باش توصل الطيح حتى للنص يعني على طل على الصل هذيك أعمل 200 جرام فارينة تكفي وعكس الزجوجو الاخر ما تخليهاش الطيب ياسر خاطر كل ما تخليها طيب أكثر متعصطل نحكي على متعصطلة كل ما تخليها طيب كل ما تفرز زيوتها هي اللي هما مضافة لها وكي تنضاف تخرج الزيت هذيك يزيد هي بسها ويحب ذا زادة حاجة أخرى نقطة ثالثة والأخيرة في الزجوجو هذيك إنكم تاكلوه في نهايري ماذا بيكت اللي بشتعطيهم الكل في نهايرو تاكلوه في الحفلة ما يبطاش في الفريجديري سايب معها أولا وثانيا تيبس وتسامسونج وما تعطيش ريزولتان نحب عليها نتعدل تشيس كيك الطايب تشيس كيك الطايب النار متع الفور اللي عندها معنى كبير هو تطيب على مية درجة قبل ما تطيب على مية درجة يجبها تطيب على مئتين درجة المرة الأولى المدة عاشرة تقايق تخوك الشوك تغميك تيبسنا البسكوين اللي ملوتها ويجي تقرمش وتعطي للكوش الفقانية كأنها تغلفها من بعد تطيح للمية وتخليها تطيب على راحتها في مية درجة وقتها أنت تضمن أن البشكوت متاعك يجيك بمزيان حاجة أخرى أنا من رأي أنك تعمل بالبغة اللغيفية معناها بالزبدة الطايبة مش بالزبدة الذايبة كهو خاطر الزبدة الذايبة كهو تحتوي على مية وحليب يطرها يخليها مبلولة أنا متعجبنيش خليها طيب نحيلها لحليب وزبدة والمية متاعها من بعد أعمالها وحط معها مغير فا كرام فريش وقالها مغير فا معجون وتفكرني يجيك البسكوين اللي وطاني يبنين على الأخ يا رحم والديك بارك الله وفيك رب يفضل لكم هارفتك بعد ما خلطنا هذوما الكل نقول لسيو ستري بعدها كيفيش تشد روح نخليوها ترتاح بعد ما تشرب روح قد ما تقعد نحن نجموش نخليوها برشة أما قد ما تقعد ما تقعد في الخدماء كيفي شعر شكية نتفى سوية سوق كيفيش نجموش نتستيوه يمكننا نعطينا بشوية زيت ونمسوه كما تنزخش في يدك ساقا نهفض برستي فالصانجلوتين بدنا نقلوش نجموش بزيت إذا كان تهزت في يدنا نخدمو بها إذا كان متهزتش هاي ليش تشرب طوعة على روحها نخليو نغلفوها بالبابيسولوفان في الصخانة مدام فيها عظم ماذا بينا نحطها نتصور في الفرجدير طوى عظم وشو دخلوا في في الصخانة وفي القويل ماذا بينا ديما حاجة اللي بيش ترتاح ترتاحها في الفرجدير نغلفوا نحنا الكوكون دعنا نحطوا في الفرجدير يرتاح لنا القاوة تكستور اللي حاشنا باع نسخنوا بيانسور الفور على 60 درجة الفور مهوش بارد نحضروا البلاتون حضروا أمورنا الكل باش من بعد ان شاء الله يجيكم ريزولتاكي ما تحبهو ديما نقول في الدار خير خاطر عندكم الوقت أكثر احنا هوني في المباشر نستنى سؤالاتكم ان شاء الله في البساج اللي بعد هذية لأي سؤال عندكم على السونجلتين مرحبا بكم بقدرة ربي أيمن ما يبخلش عليكم باش ان شاء الله يجاوبكم نمشيوا الموناء وبقيد فقارة البرنامج باش نشوفوا وين وصلنا شكرا لك شيف أسما يعطيك اللي صحة وكذلك شيف أيمن باش نرجعكم أكيد ما خلال بارتنا ونواصلوا باتبيعة استضافتنا لهذا الصباح وسعيدة جدا باستقبال سيد فتحي زجروبالي والمدير العام لمدينة العلوم نقول لك صباح الورد والفل صباح خير وليك وليك وليكافة مشاهدي القناة الوطنية شكرا لك على الحضور خاصة واحنا اليوم باش نحكي وعلى الاستراتيجية فيما يخص التثقيف العلمي اليوم عندكم استراتيجية جديدة ان شاء الله باش تبدأوا في التطبيق بتاحها وتفعلوها باش هكيك الإفادة تكون أكثر وتوصل أكثر للتوانسة خاصة تأقلوا من مع اللي صار في هالجائحة كورونا للحقيقة خلتنا نبدلوا برشة نظرة لبرشة حاجات بالضبط كما ذكرت سياتك ساعة برك الله فيك على الاستضافة مرحبا مدينة العلوم هي مؤسسة عمومية تعنا بنشر الثقافة وحنا شركاء مع بعضنا بالتبيعة ديما وينفم إفادة للمواطن التونسي أكيد احنا على الذمة ومرحبا بكل النشاطات متاعكم في تفزأ الوطنية أعطيك المصحة وحنا بالضبط كون مدينة العلوم معناها ترتكز كثيرا على استراتيجية جديدة في الاتصال والتواصل مع مختلف فئات المجتمع التونسي ونعتبره كونه وسائل الاتصال والتواصل بصفة عامة وفي مقدبتهم القناة الوطنية كأول النرافد لنشر الثقافة العلمية وهما شريك معناها فاعل للمدينة أعطيك المصحة ونحن زادت كذلك بلا باب مفتوحة دائما وأبدا ونحن دائما على استعداد لتفاعل معكم إيجابيا حتى كلنا نصبوا في إفادة المواطن بصفة عامة هذا من ناحية ناحية الثانية تعرف كونه احنا مدينة العلوم أخذن معناها بالاعتبار بهالمتغيرات الجديدة أولا على الجائحة الكورونا لكن ليس هذا فقط فمن عديد المعطيات الأخرى وتطورات العلمية أي والله العلمية والدولية وغيرها تعرف فخلنا بدأوا في المبدأ العام الساعة مدينة العلوم معناها تنتهج استراتيجية جديدة عملت على تحديثها وعلى معناها سياغتها في إطار أولا شفاف وتشاركي مع أهل الاختصاص حتى نمكنوا معناها مختلف الأطراف من الانتفاع بخدمات المدينة اللي هي مؤسسة عمومية لصالح 12 مليون ساكن تونسي ومواطن تونسي لهم الحق فيها هي رافض من روافض أولا التكوين والتربية اللي جعل النقبة القاعد النقبوية تتساع في مستوى واطني وتعرف الشعوب ما حدش تقاس التقدم تحها ويبنى فقط على رأس المال وعلى توفر العنصر المادي اليوم المواطن بصفة خاصة ومكونات المجتمع المدني ومكونات المجتمع المعرفة هم روافض من روافض كذلك أولا النمو الاقتصادي الاجتماعي اللي يعتمد على العقل والفكر البشري قبل أن يكون معناها مادي وهذا هو مجتمع المعرفة حتى يكون شريك في سياغة سياسية الدولة الكبرى ولكن كذلك التفاعل معها إيجابيين كان نشوفه في تونس مثلا في الفترة الأخيرة كيفية التصرف المواطني والتفاعل منترف المواطن مع الإجراءات الحجر الصحي والبروتوكول الصحي اللي معناها أوسط به اللجنة المختصة على المواصل الوطني ووزارة الإشراف ورئة أسل الحكومة ما كان يشتفاعل في المستوى المرتقب وهذا ما يفسر بززء كبير كذلك انتشار الكورونا لكن نعمل جميعا وسويا واليد في اليد من أجل معناها تقليص نقول الفاعل السلبي في هذه الجائحة ونخرج حتى بخف الأذرار الاستراتيجية سهلة برشة مدينة العلوم ما حاجة تخدم اليوم كل نهار ونهار عندها استراتيجية تمتد على خمسة سنوات 2021-2025 اللي استضيفنا فيها مختصين لسياغتها وبلورتها ونهي اللي يكون القواعد متاعه بسيطة جدا أولا الشفافية ثانيا نمشو للمواطن أينما كان بعد رباعي اللي هو الشرائح العمرية مهما كان كبير وأنا صغير نعطيهم حاجة ملائمة كذلك المستويات فمشكون قراءة فمشكون مقراش داخل الجيهات والمستويات الاجتماعية مش بضرورة عندك أورديناتير أديسانس باش تجم تي أكساد معناها تدخل باش تتابع بطبيع هؤلاء هؤلاء أبعاد رباعية هم مبادئ ثانيا حبينا بدل شوي النمط اللي قد مفيه في المحتوى وفي الآليات والأسليب ووسائل النشر الثقافة العلمية بالاعتماد كذلك على استراتيجية واضحة المعالم اللي تبنى خاصة أولا على تعصير إمكانياتنا وآلياتنا داخل المدينة إثراء المحتوى باش المواطن وقت اللي يجي الزائر ولا شركاء ما يلقاش في كل وقت نفس البرنامج حتى يمل منه لا نعطوه الجديد وهذا مواكبة لمختلف معناها المستجدات على المستوى العالمي في مجال المعرفة والعلم والابتكار والإبداع معناها في مجال نشر الثقافة العلمية كخيار استراتيجي لدعم أساس ومنظومة الترابية والتعليم والبحث العلمي وهذه الثانية كذلك رقي بكفاءاتنا داخل المدينة المؤطرين حتى يواكب المستجدات الحديثة في مجال نشر الثقافة العلمية لكن في مخرجات منظومة البحث العلمي نظر أن كونها مدينة العلوم هي مايون من السلسلة منتع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية تنشط تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كذلك نجد التجهيزات لأن التجهيزات يوصل وقت والتي معناها معاصرة للنقل التكنولوجي ونقل المعرفة من الخارج ومواكبة الإحداثات الجديدة في مستوى التكنولوجيا وتبسيط المعلومة كذلك في إطار شراك الانستأنس بتجارب الغير على مستوى وطني ومستوى دولي في هذا المجال حتى نتمكنوا من دعم كفاءاتنا من دعم مواردنا معناها ديفلومبون دي كومبيتانس رونفورس مون دي كاباسيتي وضموا كلهم معناها من شأنهم باش يعصرنوا الآليات والأساليب من تعنشة للثقافة العلمية لداء المدينة وفروحها بمختلف طراب الجمهوري حاجة أخيرة فقط هي كون دعم زادة الإمكانية المادية تعرفت هذا كش نسل كذلك كله جميل وهير ونعرف يلزم زادة ماديا بشكل كمين هذا كش نسل أولا على زوز أبعاد كذلك بعض وطني وبعض أقليم ودول وكانوا مدية العلوم ما عادش ننشطه في زاوية منحصرين وحدنا ونمثل كل علم وحدنا في مستوى البلاد وزارات قطاعية وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية وزارة المرأة وزارة الثقاف وزارة تكويل ماني عديد الوزارات اللي تحنا بالشباب وعن برنامج كبير على مستوى دولي كيف كيف في مجال نشر الثقافة العلمية والنهوض بالإبداع والابتكار لداء النشاء وإيقاظ الحساسية المتاحهم لجلبهم نحو العلوم حتى يكونوا رافض من روافض التقدم في المستقبل خاصة أنهم يأخذوا المشعر في البلاد هذي على مستوى الوطني حابنا نعمل معناها شبكة داخلية اللي كنا نصهروا في نفس البرنامج ولكن كذلك ندخلوا في منظومة دولية في إطار شبكات دولية وهذاك علش مدينة العلوم راهنت منذ الأشهر الأخيرة سنة 2020 على الشركة الدولية عنا شركات مع أسبانيا مع إيطاليا مع فرنسا مع بلجيكا مع اليابان مع كوريا مع كندا معناها قاعدين نعملوا على أولا معناها نقول إثراء الشراكة والتعاون دولي في هذا المجال وباش يمكننا من تعبئة مورد خاطر تعرف توتونسة مر كبقية مدينة العالم معنات هذه الجائحة كورونا رميت بضلالة على الناس الكل الناس كل عندها مشاكل مادية واختصادية هذا مخفى على حد نعم دونك مدينة العلوم عن طريق هالبرامج هذه الدولية أكيد باش تتمتع بالدعم المادي ولا مادي في مجال المعرفة نقل المعرفة ولكن المادي هو التمويل هذه البرامج لصالح الشاب والمواطن التونسي أين مكان داخل الجمهورية وهذا الدور اللي يجب أن نخدم عليه هو التكامل مع منظومة التريبة ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي لصالح المواطن بصفة عامة وكما قلنا يجب أن ننتقل من هيك العقلية كون البلاد تقودها فقط نخبة علمية يجب أن القاعدة النخبوية تتوسع شوية لخطر أنه وهو توم بين النخبة اللي هي قليلة جدا وبقية الشعب التونسي ومعناها بين بالكاشف خلال الفترة الأخيرة كون المواطن التونسي في حاجة إلى دعم ما كاسبه ومعناها في مجال التمكن من ناصية العلم بمختلف المجالات حتى يتمكن باش يتصرف أولا بالطريقة الرشيدة في كل ما حوله من تكنولوجيا حديثة ولكن كذلك في التفاعل الإيجابي أولا في سياغة برامج الأحزاب والدولة على مستوى مركزي وغير مركزي نرى تدبير الحر للشأن المحلي في مجال البلديات وانتخابات يلزم حتى المستشارين والجمعيات يعني المجتمع المدني يكونوا عندهم الحد الأدنى من العلوم والتكنولوجيا حتى يقع سياغة برامج محلية وجهوية كفيلة بضمان التنمية المستدامة داخل الجهة اللي تأخذ بها الاعتبار أولا المبادئ التضامني ولكن كذلك مبدأ معناها نقول التوجهات التنمية المستدامة اللي يزود دي وهذا مفهوم دولي اللي فيه حتى تضامن المستوى دولي لكن نحن نهبط به إلى أقل معناها إشال محلي جهوي ووطني كذلك دونك سياغة البرامج هذه الكلها يجب أن تكون هي القاعدة الأساسية لسياغة برامج الدولة في هذا المجال ومن نجم نضمنه التنمية إلا ما تمس كامل شرائح المجتمع التونسي جغرافيا وعمريا وعلميا واجتماعيا معناها إمكانية المدينة وهذا يتوجه الجديد وإن شاء الله ننجحه في المجال هذا بش نخدم مع بعضنا نكمل بالفكرة هذه كون نعتبره الإعلام وسائل الإعلام بصفة عامة كما قلنا في البداية هي شريك فاعل وشريك أساسي الخطر هو اللي ينجم يوصل المعلومة للمواطن أين مكان دخل التراب وخرج التراب في العمل وخرج العمل في الطريق في أين هو ولذا أحنا مدينة العلوم معناها نعمل دائما وأبدا على سيانة علاقاتنا مع وسائل الاتصال والتواصل والإعلام بصفة عامة دير حتى عملنا معناها دورة تكوينية لنشر الثقافة العلمية لدى الجورناليزم سيونتيفيك دونك الإعلام العلمي ولكن كذلك داخل المدينة ننظم في عديد التظاهرات اللي من شأنها تستجيب لحاجيات المواطن في مجال نشر الثقافة ونكمل فقط بالمعرض الوقت اللي احنا قاعدين نقوم به في مجال جائحة الكورونا دونك عملنا انتاج معرض محلي وهو مفتوح للجميع داخل المدينة في فضاء المعارض المؤقتة اللي يعطي المبادئ العلمية والتكنولوجية بصيغة مبسطة لهالفيروس هذي كيفاش وليته كيفاش يقع انتشاره كيفاش يقع الحد من انتشاره داخل المجتمع التونسي ومقاومته والتوقي منه على المصدر شنعمل علي طالعك إن شاء الله مش تكونوا المتواجدين فيه إن شاء الله نعملوا نقل من غادي مثالي شنعملوا جولة حتى احنا مع سيد المشاهدين بطبيعة لأنه مهم برشة اليوم كما قلنا نتعلموا المهم برشة نفتحوا خاصة في تجارب مثل هذه وقولك شكرا لك سيفات حيز اجروا بيعطيك الصحة المدير العام لمدينة العلوم تحية لك وتحية لكل العاملين بطبيعة في مدينة العلوم يعطيكم الصحة وشكرا لكم بتبيعنا مواصلنا فقراتة برنامشكم صباحكم تونسي تونسي فلسطيني بتبيعا وقلوبنا الكل مع الشعب الفلسطيني مشيوا لنا غم أنا فلسطيني وبعدها إن شاء الله بيش تكون حاضرة معاكم إيمانا السيد من خلال الفقرة الثقافية وضيفتها تونسي اشتركوا في القناة لمتنا تنويل الضار وراجع عليك يا ورد جدادي لديه قربي رمّة راجع عليك يا اللمّة الحلوة لمتنا تنويل الضار بصيني أنا بصيني أنا بصيني أنا بصيني أنا ورافها بلواي جبيني راجع عليك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة